السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة دي دي سامودي انا ان شاء الله هنقدم واحد الحلقة خاصة بعدوانية انثى الانب اللي يلا ولدت فوقاش كتولي عدوانية فوقاش كتبقاش عدوانية درت واحد المراحضات على هاد الانثى هادي راها يلا ولدت انتم كتبتوا في الصغار ديالها راها في العمور ديالهم ده با ثلاثة الاسابيع قل من ثلاثة الاسابيع عندهم شي 17 يوم 18 يوم المهم انه هاد الانثى يلا منين يلا كانت حاملة كانت عدوانية بواحد شكل ما تتوقعوش لانه كانت غيئي لمشي تتاء حطيتي الدك هكا كبقين عليه منين ولدت هانتوما الصغار ديالها ما بقاتش عدوانية ولت عادي وخات مغين اعطيها الماكلة ما ولتش عدوانية ولكن لحث منين 18 تعاود يعني منين عطيتها الضاكة وقلبتها درت عملية الجس لقيتها حاملة عاود ثاني ولت عدوانية يعني فوقش كتولي هاد الانثى عدوانية بالضبط في مرحلة ديال العشار منين كتولي كتكون عشار ما منين منك تكون مع الصغار ديالها ما كتكونش عدوانية يعني سبحان الله الله عاطيهم هاد 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 يعني الخوف كيخافوا على الصغار ديالهم من انك تقرب لهم اذا هاد شي بالنسبة للانثى اللي تعشرت وولدت وحملت وعوتاني تعشرت اما بالنسبة نقولو بحال هاد الانثى هادي هاد الانثى هادي راها ما عمرها ما تعشرت يعني باقي العمر ديالها بقعت صغيرة اسمو قعلي معاها انها هي عدوانية ديما يعني وخة تبغي تقرب لها يعني كتقطير عليك يعني من الصغر ديالها اسمو المشكيل اللي وقع لها وقع لها انها هي كانت في الصغر ديالها كان عندي هنا يا شي اشغال كنا كان ديرو شي اشغال وكان واحد البناء عندي كان عندي البناء وكانوا البناء كيضربو كيضربو بالمطرقة ومهم كين واحد نوع ديالصداع انا لاحظت انها منتماوية ولات عدوانية يعني بحال هاد الشكل هادي انا يا را نحاول انني نسمنها وغاد نبيعها علاش؟ لانه هي قبل مات تحمل ولاحظت عليها انها عدوانية حراء منين ستبغي تشرب ويكونوا عندها صغار ديالها في المنطقة هذي انا متأكد انها ما غاديش تكون ام حنون يا اما غادي تاكل ولادها يا اما غادي تولدهم على السلك على برا مهم هي عدواني يعني إلا بغي تتقرب يدك تبقى الطير عليك إذا هذو ما يعني فوقها كتكون الأنثى عدوانية لأن هدا المشكلة هدا راح اوقعو فيه الناس بززاف انه كيقول لك انا عندي الأنثى ديالي كتلقح ومن كتبغي تولد ها اسموك يوقع لها اما كتاكل صغار ديالها اما ما كتتردعهم اما وخافيها الحليب ما كتدخلش ردعهم هذي كتكون صغار ديالها يعني تعرضت لواحد النوع من إما ضاجيج قدامها إما الأقفال الصغار كانوا كيضايقوها مثلا بشي عصية ولا ولا مهم سبحان الله كتكون خلفة كتخرج فيها وحدة عدوانية من عند الله انتم ممنين تشوفوا شيء أنثى عدوانية هكا حاولوا أنكم متعشتروهاش ومتضيعوش فيها الوقت لأنه غادي تولي خسارة إلا بقيت وكتبعينها غادي تكون خسارة أما بالنسبة بحال هاد الشكل هادا بحال هاد البافيوم فرنسي تبارك الله هاد تهي قافيوم فرنسي عندي متوات خرين را وزعمها صادقين سبحان الله عندي هادية وتانية تهية الملاحظة اللي لحت هاد نهار اللي بغيتنا الفيديو ديالنا أن فوقش كتولي عدوانية مني كتعشرة مني كيكونوا الصغار ديالها كينين في الكرش ديالها أما بالنسبة مني كتكون يعني بين الصغار ديالها سبحان الله كان أعطيها يديها كما كتعضني موال كما كتشوفوان أعطيتها يدي ما عدتني موال أما في المرحلة اللي كتكون يلا الله تعشرت وكتحس براسة حاملة تما كتولي كتصغير بحالي كان ينضار كتقول لك راني كان خاف على الصغار ديالي اللي كينين في الكرش ديالي في البطن يعني كتولي معصبة وكتولي عدوانية وبغى تعض بغى ما تخليكش قاعد تقرب لها ولكن بالنسبة للصغار ديالها سبحان الله الله عاقيم ذلك المالكة أنهم ميضي ميضربوش صغار ديالهم مثلا تجيب واحد نهار تلقها عدتش صغير ديالها ولا بالعكس كتشدوه تبقى تلحس فيه تبقى تعطيه هي كل هانتوما شوفو نقصت من هنا لهناية وما قاستوش يعني ما زطمتش عليه هذا موضوع مهم ديال الأنثى العدوانية اللي كتكون فيها العدائية زي ذا هذي أحسن تخلصوا منها هذي اللي هذي شوفو سبحان الله كيفش تلحس في الساغر ديالها انتوما شوفو كيفش تدير معهم انتوما ما كتضربهم ما كتت تعدهم وخا يدخلو لها العلافة ديالها انتوما كما كتشوفو انتوما هاي العلافة انتوما را داخل يلقي لبالكم را داخل هاو كي يكلها من العلافة ديالها هاو هذا هذا الصغير وككما يعني ما ما ضرباتوش يعني كتضربوا باش يحيد باش يخرج كتخليه تيشبع عاد كتتاكل حتى هي انتوما داخلها في العلافة وخرج عاد هي تمشي تاكل اذا حلقة ديالنا استغفروا الله اذا حلقة ديالنا هي هذه العدوانية ديال الانانب عنتوما هي عاد مشتك تاكل يعني خلاتو اياكو على خاطره عاد مشت حتى هي تاكل اذا الحلقة هي هادي هاد العدائية او العدوانية ديال الانانب كتكون يعني سبحان الله كل واحد تسمع طهر الله كين باخترات كتخرج شيء انتاة كتبولونتوما هدية اللي غادي تنخصله منها ولكن في الخالقات تخرج عدوانية من عند الله انتاة اللي كتكون مهدئة ويعني قابلة تلقيح وكتلقح من طرف الذكار ويعني ما ديروش مشاكين هديك ما تفرطوش فيها حاولوا انكم تخليوها هادك هي اللي ان شاء الله غادي تربحوا منها والمشروع يزيد القدام اذا ديال الحلقة ديالنا ديال هادي نهار الناس اللي ما شاركوش معنا يشاركو معنا ما تنسوناش بزير الجام وتقيوا على زير الجرس اللي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة موسيقى